في تصريح صحفي على هامش حصة تدريبية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وحيد خليل زيتش إن المنتخب يتوفر على كامل الحظوظ للفوز على نظيره السوداني في اللقاء الذي سيجمعهما برسم الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر المقبل إن المنتخب يمتلك على الورق كل المقومات للضفر بنتيجة المباراة وبالتالي ضمان مكانة متميزة ضمن مجموعة قوية ضمنت فرقها التأهل إلى منافسات كأس أمم إفريقيا وأنا متفائل بنتيجة مباراة السودان فمهمتنا الأساسية تتمثل في التأهل إلى كأس العالم المقبل بقطر وتضم مجموعة المغرب لجانب السودان وغينيا منتخب غينيا بيساو الذي سيكون خصم الفريق الوطني في الجولتين الثالثة والرابعة الاستعدادات التي نخضها هنا تمر في أجواء جيدة يسودها التجانس والتفاهم بيننا كلاعبين والمواجهة ضد السودان غاية في الأهمية بالنسبة لنا سعيد جدا بانضمام للمنتخب المغربي وسندافع بقوة عن القميس الوطني في هذه المباراة الهامة وباقي المنافسات أيضا وستجمع مباراة الجولة الثانية من هذه الإقصائيات المنتخب الوطني بنظيره الغيني والتي ستقام على أرضية ملعب لسانا كونتي بكوناكري وسيديرها طاقم تحكيم من الكاميرون اشتركوا في القناة